موسيقى موسيقى أهلا بكم يتصدر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم جميع مهمات الحكومة الجديدة وجل اهتمام سلطات الاحتلال التي نشطت طوار الأسبوعين الماضيين في هدم منازل وقرى وأخلاء السكان منها بذرائع مختلفة تصب جميعها فيما زعم أنها أراضي دولة وأراضي يهودية وذلك بهدف توسيع بناء المستوطنات وبناء وحدات جديدة على امتداد مختلف الأراضي الفلسطينية هذا فيما يواصل جيش الاحتلال اعتقالاته التعصفية من دون تمييز بوتيرة ترتفع حصلتها يوما بعد آخر في غضون ذلك وفي خطوة لافتة أوصت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بشؤون الأطفال في مناطق النزاع بإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء إلى جانب تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام وحركة طالبان وذلك بسبب تعمده في حربه الأخيرة على غزة الحاق الضرر بالأطفال وفي هذا الصدد لفتت صحيفة يدعو تحرنوت إلى أنه في أعقاب ضغوط صهيونية شديدة فأن الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون يميل إلى عدم الاستجابة لهذه التوصية مشيرة إلى أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن الجيش لا يزال خارج القائمة لكن الكيانة متخوف من الملحق الذي يضم القائمة السوداء للدول والمنظمات ما يشكل مدخلا إلى مطلب فرض عقوبات على كيان الاحتلال صواريخ حزب الله منتشرة على الحدود باتجاه الأراضي المحتلة وحرب سوريا لن تتثنيه عن دخول فلسطين لفت موقع ولا لابري إلى أنه على الرغم من الحرب القائمة في سوريا المشارك فيها حزب الله إلا أن الحزب يحاول الاستغراق في العمل ويثبت أنه مستعد أيضا لمواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي وقد نقل الموقع العبري عن صحيفة السفير اللبنانية تقريرا عن الاستعدادات التي يجهزها حزب الله منذ حرب لبنان عام 2006 وبحسب التقرير فأن الحزب قد بنى شبكة أنفاق على الحدود اللبنانية جنوبا حيث نصب صواريخ موجهة نحو الكيان والأنفاق مجهزة جيدا مع باطون مسلح ومزود بالكهرباء عن طريق مولدات مثبتة تحت الأرض إضافة إلى جهاز تهوئة لمنع الرطوبة من الأضرار بالأجهزة العسكرية وشبكة لمخارج طوارئ وبحسب الصحيفة يوجد في الأنفاق عشرات الآلاف من الصواريخ الجاهزة للأطلاق مشيرة إلى أن حزب الله يتتبع منطقة الحدود بواسطة معدات إلكترونية ونقاط حراسة مزودة برؤية ليلية تمكنت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين اسمها منظمة قادمون من اختراق عشرات المواقع الإسرائيلية ووضع صورة الشهداء الشيخ أراغب حرب والسيد عباس الموسوي والشهيد عماد مغني في غضون ذلك يتواصل دعم الولايات المتحدة لكيان العدو عسكريا بصفقات أسلحة ضخمة تبلغ الكونغرس الأمريكي عزم إدارة بلاده تنفيذ صفقة ضخمة لتزويد كيان الاحتلال بأسلحة تبلغ قيمتها مليارا وتسعمائة مليون دولار السفقة تشمل ثلاثة ألاف صاروخ مضاد للدروع من نوع هيلفاير التي تطلقها المروحيات الهجومية وأكثر من أربعة ألاف قنبلة موجهة وخمسين قنبلة خارقة للتحصينات تحت الأرض إضافة إلى مائتين وخمسين صاروخ جو جو متوسط المدى ونقلت إذاعة العدو عن مصادر أمنية قولها أنه لا علاقة لاستفقة بالاتفاق النووي قيد البحث مع إيران أو بصفقات أسلحة بين الولايات المتحدة ودول الخليج وإنما للتأكيد على متانة العلاقة الأمنية بين الكيان والولايات المتحدة إشارة إلى أن كيان الاحتلال كان قد طلب هذه الأسلحة في إطار خطة تسلح لسنوات ويمكن للإدارة الأمريكية أن تنفذ الصفقة في غضون ثلاثين يوما من موعد إبلاغ الكونغرس إذا لم يصادق النواب على أي قرار يمنع بيع الأسلحة للكيان تعويضات عسكرية أمريكية لجيش الاحتلال في مقابل الاتفاق النووي الإيراني كشفت صحيفة يدعوت أحرانات العبرية أن منظومة الأمن الصهيونية تستعد لمرحلة ما بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني وتعتزم طلب رزمة تعويضاته وبحسب مصادر في قيادة الاحتلال فإن الكيان سيطالب الولايات المتحدة بزيادة المساعدات الأمنية من 3.1 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار سنويا إضافة إلى الهبات الاستثنائية التي تمنحها الولايات المتحدة لتطوير منظومات عسكرية كالقبة الحديدية والعصى السحرية ومنظومة حدث الدفاعية ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الكيان قد سلم بالاتفاق النووي مع إيران والذي من المرجح توقيعه في غدون شهرين مشيرة إلى أن شعبة التخطيط في جيش الاحتلال تعد قائمة من المطالب تهدف إلى تعزيز أمن كيان الاحتلال آخذة الاعتبار صفقات السلاح التي أبرمتها دول خليجية مع الولايات المتحدة لتزويدها بأسلحة متطورة لم تحصل عليها من قبل وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الأمني بين الكيان والولايات المتحدة ينتهي عام 2017 وكان الكيان يعتزم تقديم طلب لتمديده بعشر سنوات أخرى في ولاية الرئيس الذي يخلف باراك أوباما لكن في ضوء صفقات السلاح مع دول الخليج فإن الكيان يعتزم طلب رزمة تعوضات خلال أشهر قريبة إيران تهدد تل أبيب وحيفا لفت كبير مستشاري قائد القوات المسلحة الإيرانية يحيى رحيم صفوي إلى أن كيان الاحتلال والولايات المتحدة يعون جيدا قوة إيران وحزب الله كما يعلمون أن أكثر من ثمانين ألف صاروخ جاهزون للانطلاق باتجاه تل أبيب وحيفا مؤكدا أن إيران دولة قوية وأن رد فعلها سيكون مدمرا في حال الهجوم عليها ودان صفوي التهديدات الإسرائيلية المستمرة باستخدام أسلحة نووية ضد طهران تصريحات صفوي تأتي بعد أسبوع من تهديد وزير الحرب الإسرائيلي مشاي علون بأن الكيان لن يرد بعملية جراحية لوقف برنامج إيران وإنما سيفعل معها كما فعلت أمريكا مع هيروشيما وناكازاكي في اليابان وأشار صفوي إلى أن تلك التصريحات من وجهة نظر إيران تحمل اعترافا ضمنيا بامتلاك الكيان أسلحة نووية كما حذر من أن أي تصرف غبي من قبل الكيان سيواجه بتدمير حيفا وتل أبيب يكثف جيش الاحتلال من تدريباته العسكرية لغزو واحتلال قطاع غزة وللغاية كشفت القناة السابعة عن قيام قيادة جيش الاحتلال بتصميم مبنى ثلاثي الأبعاد يشمل جغرافية غزة والمستوطنات المحاذية لها وتبلغ مساحة المبنى خمسين مترا مربعا يظهر فيه المستوطنات القريبة من القطاع والسياج الفاصل إضافة إلى المدن المركزية ويهدف إلى تعريف الجنود على توبوغرافية وجغرافية القطاع ومستوطنات الغلاف عن قرب وثيقة تكشف كيف طرد العرب من حيفا كشفت وثيقة يعود تاريخها إلى الثاني من حزيران يونيو عام ثمانية واربعين أي بعد شهر ونصف من احتلال حيفا أن رئيس حكومة الاحتلال الأول ديفيد بن جوريون أصدر تعليمات بمنع عودة عرب حيفا إلى مدينتهم بعد احتلالها وتهجيرها في عام النكبة وقد وقع هذه الوثيقة شخصيا وكان عدد العرب في حيفا قبل النكبة قد وصل إلى نحو سبعين ألف نسمة وقد قامت عصابات الهاجانة بتهجير عشرات الآلاف منهم بعد احتلال المدينة الوثيقة التي نشرتها صحيفة وأرادس كتبت بعد سبيع من الإعلان عن قيام دولة إسرائيل وكانت موجهة إلى أباحو شي وهو سكرتير مجلس عمال حيفا الذي أصبح لاحقا رئيس بلدية المدينة وجاء في نص رسالة ما يلي أسمعوا أن السيد ماريوت أي القنص البريطاني في حيفا مهتم بإعادة العرب إلى حيفا لا أعرف ما شأن السيد ماريوت بذلك لكننا لسنا معنيين بإعادة العدو إلى حين انتهاء الحرب وعلى كل المؤسسات أن تعمل بموجب ذلك هذه الرسالة كانت قد نشرت عام 2002 في كتاب يحمل اسمه أباحو شي رجل حيفا كتبه تسادوك أشال وفيها يلفت بنغوريون أيضا إلى أن هناك مدرسة صناعية أقيمت من قبل حكومة الانتداب قرب المطار في حيفا وأنه معني بأن يصبح المبنى تابعا لاستلاح الجو وبحسب الرسالة فإن بنغوريون وبعد شهر من احتلال المدينة أصدر تعليمات بمنع عودة العرب إلى بيوتهم وهو ما يتناقض وما كتبته رئيسة حكومة الاحتلال السابقة جولدامائير في كتابها حياتي حيث ادعت أن بنغوريون طلب منها محاولة منع هروب عرب حيفا إشارة إلى أن مثل هذه الرسالة هناك رسائل كثيرة كان قد أرسلها بنغوريون إلى أشخاص ومنظمات مختلفة لكن هذه الرسالة وصلت إلى مزاد علني لتباع بسعر يبدأ بألف وثمانمائة دولار مقاومة رياضية ضد الاحتلال لم تكد مقاومة الفلسطينيين تصل إلى الفيفا حتى أطاحت بها مصافحة رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب نظيره الصهيوني عفرعيني من على المنصة الدولية في زوريخ بعدما سحب الاتحاد الفلسطيني اقتراحه بإيقاف كيان الاحتلال من الفيفا الخطوة الصادمة التي أقدم عليها جبريل لم تسني ناشطات ضد كيان العدو في أثناء اجتماع الاتحاد الدولي من اقتحام القاعة وهن يرفعن العلم الفلسطيني والبطاقة الحمراء في وجه كيان العدو هذا وكان اتحاد كرة القدم الفلسطيني يحاول أن يحارب من على أرضه مقاوما بالكرة وتقدم بطرح اقتراح لإبعاد فريق الكيان عن مصابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم في مؤتمر اتحاد الكرة العالمي الفيفا وذلك على خلفية المضايقات المتواصلة التي يتعرض لها لاعب كرة القدم والرياضيون الفلسطينيون من الأجهزة الصهيونية على المعابر الحدودية مطالبين بأن تسهل قوات الاحتلال حركة اللاعبين وتسمح لاتحاد الكرة بتلقي المعدات الرياضية هذا الحق بالمقاومة الرياضية قد انتزع بمصافحة لكن كان يكفيهم شرف المحاولة إشارة إلى أن صحفة عبرية كانت قد لفتت إلى أن تل أبيب كانت تعول على تدخل جهة أجنبية رفيعة المستوى في إشارة إلى الولايات المتحدة لمنع طرح الاقتراح الفلسطيني على التصويت باعتبارها الجهة الوحيدة في العالم التي يمكنها التأثير في الفلسطينيين صعيقة قرار الحافلات العنصري أثارت بلبلة في الرأي العام العالمي والإسرائيلي ما دفع نتنياهو إلى إلغاء قرار منع الفلسطينيين من ارتياد الحافلات في خطوة غير متوقعة جمد رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو قرار وزير الحرب مشي علون القادي بتنفيذ مخطط لفصل العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة عن المستوطنين في حافلات المواصلات العامة التي تعيدهم إلى منازلهم وكان قرار يعلون قد نص على إرغام العمال الفلسطينيين الذين يخرجون في الصباح إلى العمل داخل الأراضي المحتلة عبر الحواجز العسكرية بالعودة إلى بلداتهم عبر الحواجز العسكرية ذاتها وليس في الحافلات المشتركة مع المستوطنين التي توصلهم إلى محاذاة بلداتهم ما يؤخر عودتهم إلى منازلهم ساعتين إضافيتين فضلاً عن الإذلال على الحواجز وقد ادعى يعلون أن قراره جاء بزعم أن الفلسطينيين يقلقون راحة المستوطنين ويؤخرون وصولهم إلى منازلهم وأنهم يشكلون خطراً أمنياً عليهم وهو الدعاء رفضه قادة جيش الاحتلال قرار وزارة الحرب قوبل أيضاً باستنكار شديد بين المعارضة الذي لفت زعيمها إصحاك هرتزوك إلى أن الفصل في الحافلات إذلال لا لزوم له ووصمة عار على جمين الكيان وسكب زيت على نار الكراهية للكيان في العالم في غدون ذلك أبدى نتنياهو رغبته في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى تفاهمات حول حدود المستوطنات المزمع ضمها إلى الأراضي المحتلة في إطار اتفاقية سلام مستقبلية وفي هذا الإطار لفتت صحيفة هارتز إلى أن هذه أول مرة يعرب فيها نتنياهو باعتباره رئيساً للوزراء عن استعداده للتفاوض مع الطرف الفلسطيني حول حدود الكتل الاستيطانية أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة في مطلع الأسبوع حكمها القاضي بسجن رئيس حكومة الاحتلال السابق إهود أولمرت ثمانية أشهر إضافة إلى تغريمه مادياً في أعقاب إدانته بداية الشهر الحالي بإساءة الاعتمان وتلقي الرشوة في قضية مظاريف النقود التي طلقها من رجل أعمال يهودي أمريكي عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة وكانت نيابة الاحتلال العام قد طالبت بالسجن الفعلي لأولمرت مدة لا تقل عن عام في هذه القضية كما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها في وقت سابق بسجن أولمرت ست سنوات بعد إدانته فيما عرف بقضية هوليلاند أيضاً بين القدس والخليل مستوطنة استراتيجية جديدة استكمالاً لسياسات العدو التهويدية وبأمر من الحكومة وإشراف جيش الاحتلال يجري العمل لإقامة مستوطنة استراتيجية جديدة في الشارع الذي يربط مدينتي القدس والخليل المحتلتين المشروع يعمل عليها الناشط اليميني عضو بلدية الاحتلال في القدس أريا كينغ مدعياً أنه اشترى أملاكاً كنسية مهجورة قرب شارعاً في الضفة الغربية واقع بين القدس والخليل ويعمل على ترميمه لإعادة المستوطنة وفي تقرير نشرته صحيفة هارتس العبرية موصوف بأنه متخصص في شراء ممتلكات من العرب فقد اشترى الموقع سراً قبل ثلاث سنوات من الهيئة الكنسية المسؤولة عنه مع شركاء ناشطين في الاستيطان وتمتد المستوطنة الجديدة على مساحة 38 دنماً قرب مخيم العروب للاجئين ويقع في موقع استراتيجي بين الخليل وبين جوش عتسيون حيث مستوطنة كارميتسور وأنشاء المستوطنة التي يطلق عليها بيت براخا تسمح للمستوطنين بتوسيع مستوطنات جوش عتسيون جنوباً كما يمكن توسيعها شمالاً من خلال ما يسمى بأراضي دولة وتضم المستوطنة الجديدة ثمانية مبان تتسع لنحو 20 عائلة إشارة إلى أنه في الأشهر الأخيرة جرت عملية ترميم كبيرة في الموقع تمهيداً لدخول المستوطنين إلى المباني في وقت قريب وذلك بحماية وحراسة جيش الاحتلال انتحر ثلاثة سجانين إسرائيليين في غضون عشرة أيان تبين أنهم عملوا في وحدات مختلفة الأول كان ضابطاً في وحدة نحشون والثاني هو سجان في سجن آيالون والثالث سجان في سجن حرامون قرب قرية المغار في الجليل وقد شكلت سلطة السجون لجنة تقصي حقائق لمعرفة الأسباب التي دفعتهم إلى الانتحار فيما ذكرت وسائل أعلام عبرية أن السجان من سجن حرامون كان يخضع لتحقيق في الأيام التي سبقت انتحاره وليس مستبعداً أن يكون التحقيق سبب الانتحار بينما أظهر تحقيق أولي أن السجانين الآخرين كانوا يواجهان ضائقة شخصية وقررت سلطة السجون أي يجري خبراء بالطب النفسي محادثات مع جميع العاملين في السجون جمعية صهيونية تسعى للاستيلاء على أراضي فلسطينية جديدة تسعى جمعية عطيرات كوهنم الاستيطانية للاستيلاء على خمسة دونومات ومئتي متر مربع في حي الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة هذا ما أعلنه مركز معلومات وادي حلوة الذي عرض في بيان صحفي خارطة وبعض الصور الجوية التي توضح مخططات كوهنم للسيطرة على تلك الدونومات بحجة أنها ملك ليهود اليمن منذ عام واحد وثمانين مشيرا إلى أن الجمعية الاستيطانية تدعي أن محكمة الاحتلال العليا أقرت ملكية مستوطني اليمن لهذه الأرض وأوضح المركز أن الأراضي المهددة بالمصادرة مقام عليها ما بين ثلاثين إلى خمس وثلاثين بناية سكنية يعيش فيها أكثر من ثلاثمائة فلسطيني يقتنون فيها منذ ستينيات القرن الماضي ويمتلكون أوراق ثبتية وفي الإطار بدأ محام جمعية كوهنم الاستيطانية بتسليم العائلات الفلسطينية بلاغات تطالبهم بتسليم الأراضي بحجة أن ملكيتها تعود للمستوطنين وصلت مطلع الأسبوع إلى غزة الدفعة الرابعة من البيوت الجاهزة الكرفانات لإيواء العائلات التي دمرت بيوتها إبان العدوان الصهيوني الأخير على القطاع والمقدمة من السلطان قابوس بن سعيد عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وسيتم تركيب هذه المنازل في مواقع البيوت التي دمرت جراء العدوان وتسليمها للعائلات النازحة التي اتخذت من مدارس وكالة الإغاثة مأوى لها البنك الدولي يدق ناقوس الخطر في غزة وصف البنك الدولي الوضع الاقتصادي في غزة بالخطر ودع في تقرير له المانحين الدوليين للتحرك سريعا لمنع حصول أزمة مالية في ظل ما يشده القطاع من أعلى نسبة بطالة في العالم وبحسب البنك فإن العدام الصادرات من غزة ليس له أي تفسير سوى الحرب والحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال منذ عام 2007 موضحا أن لهذا الحصار أثار مدمرة على اقتصاد القطاع الذي انهار إجمالي ناتجه المحلي أكثر من 50% ويحد التقرير السلطة الفلسطينية والكيان إضافة إلى الجهات الدولية المانحة على التحرك من أجل عكس طباط النمو الاقتصادي المسجل أخيرا والمثير للقلق واعتبر تقرير البنك الدولي أن تشكيل حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة أمر لا بد منه من أجل إعادة أعمار اقتصاد القطاع معربا عن الأمل في أن يتم رفع الحصار من أجل استئناف حركة انتقال البضائع أسطول الحرية الثالث يتجهز لدخول غزة تستعد الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة لإطلاق أسطول الحرية الثالث إلى قطاع غزة وأوضحت الحملة في بيانها أن الاستعدادات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى متعلقة بكبار الشخصيات المشاركة في الأسطول كما أنها ستعمل على حجد عدد من المتضامنين الأجانب من خلال مندوبيها المعتمدين في الأقطار الأوروبية وأكدت الحملة إنهاءها الاستعدادات الكاملة للتنصيق مع الجهات والمؤسسات التي تسعى إلى كسر الحصار عن غزة مطالبة جميع الأحرار حول العالم بالتعاون معها في هذا الجهد من أجل كسر الحصار عن القطاع وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وفي السياق لفتت صحيفة جوتبرغ السويدية إلى أن طاقم الأسطول أندرسون المكون من 13 شخصاً آخرين سينطلق في رحلة بحرية تنتهي على ميناء غزة عبر المرور على موانئ أوروبية عدة لحمل مساعدات طبية وألواح شمسية تستخدم في الإنارة المنزلية لسكان غزة في اللغة العبرية لهذا الأسبوع اخترنا لكم كلمات حرية حصار والبنك الدولي حرية حفش حفش حصار متصار 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 البنك الدولي ها بانك ها عالمي ها بانك ها عالمي ها بانك ها عالمي جولة فوتوغرافية على أبرز أحداث هذا الأسبوع موسيقى موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة